حديث مهم ومهم جدا يحدثنا به سلمان المحمدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أقرأ عليكم الحديث من دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي من أعلام القرن الخامس الهجري هذه طبعة مؤسسة البعثة أم المقدسة صفحة أربعمية وسبعة وأربعين رقم الحديث أربعمية وأربعة وعشرين بسنده وتفصيله عن سلمان رضوان الله تعالى عليه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تبارك وتعالى لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا جعل له إثني عشر نقيبة فقلت يا رسول الله لقد عرفت هذا من أهل الكتابين من أهل الكتابين يشير إلى التوراة والإنجيل إلى اليهود والنصارى سلمان هكذا يقول قال لي رسول الله إن الله تبارك وتعالى لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا جعل له إثني عشر نقيبة إثني عشر نقيبة إثني عشر وصية فقلت يا رسول الله لقد عرفت هذا من أهل الكتابين من أهل التوراة والإنجيل فقال يا سلمان هل علمت من نقبائي ومن الإثني عشر الذين اختارهم الله للأمة من بعدي فقلت سلمان يقول فقلت الله ورسوله أعلم فقال يا سلمان خلقني الله من صفوة نوره ودعاني فأطعته وخلق من نوري علي ودعاه فأطاعه وخلق من نوري علي فاطمة ودعاها فأطاعته وخلق مني ومن علي وفاطمة الحسن ودعاه فأطاعه وخلق مني ومن علي وفاطمة الحسين فدعاه فأطاعه ثم سمان بخمسة أسماء من أسمائه فالله المحمود وأنا محمد والله العلي وهذا علي والله الفاطر وهذه فاطمة والله ذو الإحسان وهذا الحسن والله المحسن وهذا الحسين ثم خلق منا ومن نور الحسين تسعة أئمة فدعاهم فأطاعوه قبل أن يخلق سماء مبنية وأرضا مدحية ولا ملكاً ولا بشراً وكنا نوراً نسبح الله ونسمع له ونطيع قال سلمان فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فما لمن عرف هؤلاء فما لمن عرف هؤلاء فقال يا سلمان من عرفهم حق معرفتهم من زار الحسين عارفاً بحقه تلاحظون أن جميع المعطيات تسير في اتجاه واحد في مسار واضح بين صريح فقال يا سلمان من عرفهم حق معرفتهم واقتدى بهم ووالى وليهم وتبرأ من عدوهم فهو والله منا منا من محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين فهو والله منا يرد حيث نرد ويسكن حيث نسكن فقلت فهو والله منا يرد حيث نرد ويسكن حيث نسكن فقلت يا رسول الله وهل يكون إيمان بهم بغير معرفة بأسمائهم وأنسابهم فقال لا يا سلمان فقلت يا رسول الله فأنا لي بهم وقد عرفت إلى الحسين باعتبار أن النبي قد حدثه عن أصحاب الكساء حين قال فالله المحمود وأنا محمد والله العلي وهذا علي إلى آخر ما ذكره حيث قال والله المحسن وهذا الحسين فقلت يا رسول الله فأنا لي بهم وقد عرفت إلى الحسين قال قال رسول الله عاطفا على الأسماء التي ذكرها في أول الحديث ثم سيد العابدين علي بن الحسين ثم ابنه محمد ابن علي باقر علم الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين ثم ابنه جعفر بن محمد لسان الله الصادق ثم ابنه موسى بن جعفر الكاظم غيظه صبرا في الله عز وجل ثم ابنه علي بن موسى الرضي لأمر الله ثم ابنه محمد ابن علي المختار من خلق الله ثم ابنه علي بن محمد الهادي إلى الله ثم ابنه الحسن بن علي الصامت الأمين لسر الله ثم ابنه محمد ابن الحسن الهادي المهدي الناطق القائم بحق الله ثم قال يا سلمان إنك مدركه إنك تدرك القائم ثم قال يا سلمان إنك مدركه ومن ومن كان مثلك ومن كان مثلك من محض الإيمان محض هذا هو الذي يشير إليه رسول الله يمكننا أن نقرأها ومن كان مثلك ويمكننا أن نقرأها ومن كان مثلك بحسب التقدير والمعنى واحد ثم قال يا سلمان إنك مدركه ومن كان مثلك ومن كان مثلك ماحضا للإيمان ثم قال يا سلمان إنك مدركه ومن كان مثلك ومن تولاه بحقيقة المعرفة ومن تولاه بحقيقة المعرفة المضامين هي هي في كل النصوص المتقدمة وفي هذه النصوص وفي النصوص اللاحقة الحديث عن حقيقة المعرفة من زار الحسين عارفا بحقه قال سلمان فشكرت الله كثيرا ثم قلت يا رسول الله وإني مؤجل إلى عهده يعني أنني سأبقى حيا إلى ذلك اليوم قال يا سلمان اقرأ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم هذا في المطلع الذي يناسب نفس السياق في مطلع الآية الرابعة بعد البسملة من سورة الإسراء ومر الحديث عن هذا ثم رددنا لكم الكرة عليهم فالنبي يشير إلى الكرة إلى الرجعة وفي الروايات والأحاديث فإن صاحب الأمر هو الذي سيأمر سلمان بالرجوع هو الذي سيخرجه من عالم برزخه هو الذي سيرجعه في رجعة تكون موافقة موائمة لظهور إمام زماننا في أول ظهوره الشريف سلمان من الراجعين في أول الظهور الشريف بأمر من الحجة بن الحسن وسيكون لسلمان دور عظيم في نصرة صاحب الأمر الروايات تحدثنا عن ذلك ما أنا الذي أقول ورسول الله هو الذي قال له أيضا يا سلمان إنك مدركه ولست وحدك ومن كان مثلك ومن تولاه بحقيقة المعرفة فالراجعون هم الذين محضوا الإيمان محضا محضوا الإيمان محضا إنهم على العقيدة السليمة التي مصادرها قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم لا بتفسير نواصب سقيفة بن ساعد ولا بتفسير نواصب سقيفة بن نجف أعني مراجع النجف وكربلاء في حوزة الطوسي الشافعية المعتزلية قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم بحسب بيعة الغدير بعيدا عن قذارات مراجع النجف وكربلاء هذا هو محض الإيمان هؤلاء هم الراجعون يا سلمان إنك مدركه ومن كان مثلك ومن تولاه بحقيقة المعرفة ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا قال سلمان فاشتد بكائي وشوقي اشتد بكائي وشوقي إلى قائم آل محمد هؤلاء هم أصحاب البصائر نحن في زمان إمامته ولا يشتد شوقنا ولا يشتد بكاؤنا قال سلمان فاشتد بكائي وشوقي فسلمان استمع إلى حديث رسول الله وها هي حديث رسول الله وآل رسول الله تتلى عليكم عبر هذه الشاشة لكن سألوا أنفسكم لماذا مراجع النجف وكربلاء يحاربون ما يتلى في هذه الشاشة سألوا أنفسكم لماذا أصحاب العمائم لماذا وكلاء المرجعية لماذا خطباء المنابر لماذا الأحزاب الشيعية القطبية تحارب ما يطرح في هذه الشاشة لماذا والذي يطرح حديث محمد وآل محمد قارنوا قارنوا بين سلمان وبين هذه النماذج الفاسدة المفسدة القذرة المتقدرة المقدرة للشيعة بقذاراتها العقائدية والفكرية قال سلمان فاشتد بكائي وشوقي ثم قلت يا رسول الله أبعهد منك هذا عهد أنني سأعود في الرجعة فقال إي والله إي والله الذي أرسل محمدا بالحق مني هذا العهد مني ومن علي وفاطمة فلماذا العهد من فاطمة لأن فاطمة إمام الأئمة كمحمد وعلي إنها إمام الأئمة من بعد محمد وعلي إمام للأئمة من ولدها من المجتبى إلى القائم إنها القيمة على الدين فلا بد أن يكون العهد صادرا منها أيضا هي صاحبة القيممة على الدين وأهل الدين الله هو الذي يقول ما أنا في سورة البينة وذلك دين القيمة الله يقول هذا ديني أنا الله هذا ديني هو دين القيمة إذا أردتم أن تكونوا على ديني فإن ديني هو دين القيمة من هي هذه القيم من هي ثم قلت يا رسول الله أبعهد منك فقال إي والله الذي أرسل محمدا بالحق مني ومن علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة إنها سلسلة الأئمة الأربعة عشر واضحة فمدار عهود عهود الرجعة بيد من بيد الأئمة هؤلاء هم صلوات الله عليهم إي والله الذي أرسل محمدا بالحق مني ومن علي وفاطمة والحسني والحسين والتسعة ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وكل من هو منا ومعنا ومضام فينا مضام من الضيم إي والله يا سلمان هؤلاء كلهم راجعون وبعهد من محمد وعلي وفاطمة والحسني والحسين والتسعة وكل من هو منا ومعنا فمن الشيعة من هو منهم كسلمان سلمان منا أهل البيت فمن الشيعة من هو منهم ومن الشيعة من هو معهم مثل ما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة فمعكم معكم لا مع غيركم العبائر دقيقة والنصوص وثيقة ولعنة على منهج حوزة النجف التي تضعف أحاديث أهل البيت بقذارات النواصب تلاحظون أن النصوص من الآيات والروايات والأدعية والزيارات يشد بعضها بعضا ويلتحم بعضها ببعض ويتواصل أولها مع آخرها ويتواثق آخرها مع أولها وكل من هو منا ومعنا ومضام فينا إي والله يا سلمان وليحضرن إبليس وجنوده وكل من محض الإيمان محضا ومحض الكفر محضا حتى يؤخذ بالقصاص والأوتار الأوتار هي الحقوق والثارات حتى يؤخذ بالقصاص والأوتار ولا يظلم ربك أحدا ويحقق تأويل هذه الآية ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون قال سلمان فقمت من بين يدي رسول الله وما يبالي سلمان متى لقي الموت أو الموت لقيه بعد أن أعطاه رسول الله عهدا منه ومن علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة أعطاه عهدا بالرجعة العظيمة لحظوا كيف يتعامل سلمان مع عقيدة الرجعة أنا لا أجد وقتا كي أشير إلى النكات الدقيقة في موقف سلمان لكنني أعتقد أنكم تلمستم شيئا من هذا الذي أقصده لاحظتم اهتمام سلمان بهذه العقيدة ولاحظتم تفاعل سلمان ولاحظتم شدة بكائه وشوقه ولاحظتم إصراره على رسول الله من أن رجعته هل هي بعهد من رسول الله لاحظتم هذه التفاصيل ولاحظتم كيف أن رسول الله يحدث سلمان والحديث يرجعه إلى القرآن من أن الرجعة حقيقة قرآنية صريحة واضحة قايس بين هذا المنطق وبين منطق أولئك الأغبياء في النجف الذين لا يعتقدون بالرجعة ولا يزنونها بفلس لا تساوي فلسا عندهم من مراجعهم من خطبائهم من أتباعهم من ثولانهم وأغبيائهم وأغبيائهم من الدخيين من شعتهم أتحفون 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 بالوثيقة الدخية المباركة كي نتذكر واقعنا الدخي الذي هو أبعد ما يكون عن هذه الثقافة العظيمة الذي هو أبعد ما يكون عن عقيدة الرجعة العظيمة مالد أجيب الأسوان واحد قال لي أزر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لنرأخر بابا ما توصل النوبة إليها قال توصل أطمئنن تركبهم يعني بش أش يععمل تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عباردة واحد من الأعلام أخبر خمس سنة قلت مستعجب مش دارها قلت تركب يعني قلاغة أغميشيني كما تقول قلاغة أغميشيني جيمي كتبه أغميشيني كتبه أغميشيني ديخ تعرف ديخ أغميش ونص عباردة كنا على تقوى وكلكم تعرفونا لأنه مالد أجيب الأسم عرض ما قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ كل شيء لا معلم إجمالي هذا هو واقع هو واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا هو الله هذا واقع الشيعة سلمان رضوان الله تعالى عليه يقول فقمت من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وما يبالي سلمان متى لقي الموت أو الموت لقيه كل هذا لماذا لأنه سيكون في الرجعة العظيمة أية عظمة للرجعة هذه التي يتعامل مع قيمتها ومضمونها سلمان بهذه الطريقة نحن نحن لا نتحدث عن شخص من عامة شيعة أهل البيت نحن نتحدث عن الرمز الأول في أجواء الشيعة إذا كان الحديث عن مراتب شيعة أهل البيت فإن سلمان هو الرمز الأول وما هي هذه الأهمية للرجعة العظيمة التي يعطى سلمان بخصوصها عهدا من محمد وعلي وفاطمة والحسني والحسين ومن الأئمة من ولد الحسين من السجاد إلى القائم ما كل هذه العهود لماذا كل هذه العهود تعطى لسلمان وسلمان هو سلمان سلمان لا يحتاج إلى هذه العهود لكن لماذا يعطى سلمان هذه العهود لأن القضية عظيمة عظيمة لا كما يحدثكم هؤلاء الأخبياء في النجف وكربلا القضية عظيمة عظيمة سلمان الذي هو سلمان تعطى العهود له من محمد من علي من فاطمة ومن ولد فاطمة من الحسن المشتبى إلى القائم المهدي إنها الرجعة إنها الرجعة عالم النقاء وعالم التصفية والفلترة والغربلة هذه الأحاديث التي أخبرتنا عن البلبلة والغربلة وعن التصفية والفتنة والامتحان في زمان الغيبة وبينت لنا عظمة تلك المعاني وحدثتنا عن مدى خطورتها وكيف أن الشيعة سيتساقطون سيقع خلق كثير من الغربال هكذا يقولون أكثر الشيعة سيتساقطون من الغربال وقد تساقطت الشيعة من الغربال منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي حوزة النجف المشؤومة كل أصحاب العمائم تساقطوا من الغربال من غربال الغيبة وذهبوا بعيدا نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلموا ذهبوا بعيدا عن منهج السلف الصالح ذهبوا بعيدا في ضلالهم وغيهم وذهبت الشيعة وراءهم لقد سقطوا من الغربال كلنا سقطنا أجدادنا آباؤنا سقطنا لازلنا ساقطين من الغربال إلى هذه اللحظة هذا هذا الذي أقوم به محاولة أن نعود إلى الغربال أن تعود الشيعة وأنا من بينهم أنا واحد منهم أن نعود إلى الغربال لقد أسقطونا من الغربال هؤلاء السفهاء سفهاء حوزة الطوسي آيات الشيطان العظمى هؤلاء أسقطونا من الغربال كل هذه البلبلة وكل هذه الغربلة ستكون ضعيفة وضعيفة وضعيفة جدا بالقياس إلى الغربلة والتنقية التي ستكون في عصر الرجعة العظيمة أقرأ عليكم من مختصر البصائر من الطبعة نفسها صفحة 117 الحديث 94 بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الآية يومهم على النار يفتنون من سورة الذاريات يومهم على النار يفتنون قال يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه يعني إلى حقيقته يومهم على النار يفتنون الفتن الفتن في النار وعلى النار عملية التنقية عملية إزالة الشوائب من الذهب يومهم يومهم على النار يفتنون قال الصادق يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب يكسر الذهب من حالته الصلبة إلى حالة ذائبة إلى الحالة المائعة إلى الحالة السائلة هذه هي عملية كسر الذهب تكسر الحالة الجامدة الحالة الصلبة إلى الحالة الذائبة لأجل تنقية الذهب من الشوائب التي قد التسقت بعنصره الأصيل من خلال المركبات والمعادن يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه يعني إلى حقيقته قرأت عليكم كلاما لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حديث طويل حدثنا به أبو حمزة الثمالي عن إمامنا باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه عن أمير المؤمنين صفحة مية وثلاثين رقم الحديث مية واثنين حديث طويل مما جاء فيه صفحة مية واثنين وثلاثين الأمير صلوات الله وسلامه عليه يقول وإن لي الكرة بعد الكرة والرجعة بعد الرجعة وأنا صاحب الرجعة والكرات وصاحب الصولات والنقمات والدولات العجيبات إلى أن يقول وأنا كلمة الله التي يجمع بها المفترقة ويفرق بها المجتمع أو بصيغة البناء على المجهول والمعنى واحد وأنا كلمة الله التي يجمع بها المفترق ويفرق بها المجتمع ما هو الكلام نفسه عملية الكسر هي عملية التفريق وعملية الجمع يكسرون كما يكسر الذهب لتفريق الشوائب ولجمع الأجزاء الأصلية للذهب لمعدن الذهب لعنصر الذهب وأنا كلمة الله التي يجمع بها المفترق ويفرق بها المجتمع وقت الحلقة انتهى ولا زال الحديث متواصلا في فنائ فلسفة الرجعة ترجمة نانسي قنقر